فتح السودان صفحة جديدة عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير وفود عربية ودولية رفعة المستوى حضرت مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية ويتوج التوقيع التاريخي ثمانية أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول رقن عبد الفتاح البرهان قال إن القوات المسلحة السودانية هي شريك الشعب في التحرر معربا عن شكره لكل من أسهم في إنجاز الاتفاق بالمرحلة الانتقالية داعيا الشباب إلى الإسهام في نهضة السودان ويعتبر المتظاهرون وممثلوهم السياسيين الاتفاق انتصارا للثورة وأهدافها ويرى قادة الجيش أنهم بذلك جنبوا البلاد حربا أهلية ويرى مراقبون أن اتفاق المرحلة الانتقالية يعد هزيمة لمحور أنقرة الدوحة الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية وفقدانه لنفوذه بشكل متسارع في المنطقة وبخاصة في الدول التي يسعى أبناؤها إلى التغيير والتخلص من حكم الإرهابيين المتشددين كما في السودان وليبيا حيث كانت الأسلحة تدفق عبر نظام البشير وجامعة الإخوان الإرهابية من السودان إلى ليبيا لدعم الميليشيات ونشر الفوضى كما يرى مراقبون أنه بإزاحة جيش السوداني البشير عن الحكم منيت أحلام رجب أردغان في السودان ومخططاته للعودة بالدولة العثمانية إلى الحياة مرة أخرى لنهب ثروات الشعوب واستلاب إرادتها وسيادتها بالفشل حيث كان يسعى إلى تحويل جزيرة السواكن إلى قاعدة عسكرية تركية لتهديد الدول العربية ولكن الطمع التركي أصبح في مهب الريح أمام يقظة الشعب السوداني